بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة مجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية المتوسطة الصف الدراسي ثالث متوسط الفصل الدراسي الثالث المادة الدراسات الاجتماعية أنوان درسنا لهذا اليوم نزول الوحي والدعوة المجال المستهدف المعرفي المجال المساند المهارات الاجتماعية الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على قصة نزول الدعوة والوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة أين نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يذكر الطالب والطالبة صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يذكر الطالب والطالبة اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة إذن قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب طلابي نرى الآن ماذا يوجد لدينا خلف هذا الستار لدينا هنا اللي هو سؤال يقول هو رسول الله إلى الإنس والجن في الإسلام من هو أرسل ليعيدهم إلى توحيد الله وعبادته من هو خاتم الأنبياء والرسل من هو ها طلابي من هو ذكرنا في درسنا السابق اللي هو ها طلابي أحسنتم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إذن من هو خاتم الأنبياء والرسل طلابي وطالباتي؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أحسنتم طلابي طيب لدينا هنا هذا التمرين يقول من هو خاتم الأنبياء والرسل؟ ماذا ذكرت؟ نرى الآن الإجابات الإجابة الأولى تقول محمد صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام ها طلابي أين الإجابة الصحيحة؟ نفكر أحسنتم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل إذن من هو خاتم الأنبياء؟ أحسنتم محمد صلى الله عليه وسلم طيب طلابي لدينا هنا سؤال الثاني يقول من هو نبيك؟ ها طلابي من هو نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم أو يوسف عليه السلام ها طلابي أين الإجابة الصحيحة؟ من هو نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم أو يوسف عليه السلام ها طلابي أحسنتم محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا طيب الآن طلابي نتعرف على قصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا ما هو الوحي هو الخبر من الله إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لدينا هنا صورة اللي هو غار حراء طيب نبدأ قصتنا في البداية اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من غار حراء في جبل النور مكانا يتعبد فيه إذن اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من غار حراء في جبل النور مكانا ليتعبد فيه عندما بلغ الأربعين من عمره نزل عليه الوحي ذكرنا الوحي اللي هو الخبر من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم إذن عندما بلغ الأربعين من عمره نزل عليه الوحي وهو أين وهو في الغار اللي هو غار حراء في شهر رمضان إذن طلابي عندما بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمره أين عمره الأربعين نزل عليه اللي هو الوحي وهو في الغار في شهر رمضان أحسنتم فقال له جبريل اللي هو الملك الذي أرسله الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ فردد الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ ثلاث مرات فقال له جبريل طيب إذن قال له جبريل ماذا؟ قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ ثلاث مرات فأيضا رجع قال لا جبريل ماذا قال؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن ماذا قال له جبريل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بيته وهو يرتجف فزعا إذن طلابي هنا ذكرنا اللي هي قصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أين؟ في غار حراء في جبل أنور كم كان عمر النبي محمد؟ أربعون عام أحسنتم طلابي وطالباتي أول كلمة قالها جبريل له اقرأ أحسنتم طلابي طيب الآن لدينا هنا اللي هو سؤال يقول من هو جبريل؟ ذكرنا في قصتنا جبريل أكثر من مرة من هو جبريل؟ اللي هو جبريل هو أحد الملائكة المقربين لله وهو الموكل بتنزيل الوحي إلى الأنبياء وهو أمين الوحي وذكرنا الوحي هو الخبر من الله إلى الأنبياء طيب طلابي لدينا الآن هذا التمرين هو نشاط ثلاثة صفحة واحد وستين نشاط ثلاثة صفحة واحد وستين مستعدين؟ مستعدين يقول لنا السؤال أكمل الفقرة بالكلمات المناسبة لدينا كلمات اللي هي جبريل حراء رمضان اقرأ أول سؤال لدينا يقول نزل الوحي؟ ها نزل الوحي أين؟ نزل الوحي من؟ أحسنتم اللي هو جبريل على من؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن من هو الذي نزل الوحي؟ أحسنتم جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر؟ ها ذكرنا شهر ماذا؟ ها طلابي أحسنتم شهر رمضان كانت أول كلمة هي ذكرناها قبل قليل اقرأ أحسنتم وهو في غار حراء أحسنتم في جبل النور وهنا بدأت رسالة الإسلام والدعوة إليه إذن نقرأ هنا الإجابة نزل الوحي جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وكانت أول كلمة هي اقرأ وهو في غار حراء في جبل النور ومن هنا بدأت رسالة الإسلام والدعوة إليه طيب طلابي لدينا هنا اللي هو نشاط اثنين صفحة أيضا واحد وستين نشاط أربعة يقول لنا السؤال لون الصفات التي عرف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن يقول لنا السؤال ماذا لون الصفات التي عرف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول صفة لدينا اللي هي الصدق ها الصدق من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها طلابي إذا صحيحة سوف نقوم بتلوينها نرى الآن مع المعلمة في الشاشة ها أحسنتم إجابة صحيحة إذن الصدق من الصفات التي عرف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب الخيانة هم شوفون الخيانة من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها طلابي ننظر الآن للشاشة هل سوف أقوم بتلوينها أو لا أحسنتم إجابة خاطئة إذن لا نقوم بتلوينها طيب الكذب الكذب من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها طلابي شوفون هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة طيب نرى الآن مع المعلمة أحسنتم إجابة خاطئة طيب لدينا هنا من الصفات اللي هي الأمانة ها الأمانة تشوفونها من صفات النبي عليه الصلاة والسلام ها طلابي كان اللي هو الصادق الأمين إذن الأمانة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام إذن إجابات صحيحة هنا ماذا اللي هي الأمانة وأيضاً الصدق أحسنتم طلابي طيب الطلابي لدينا هنا اللي هو النشاط الثاني صفحة 62 نشاط خمسة يقول السؤال ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة فيما يلي الإجابة الأولى تقول عصم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عبادة الأصنام الأصنام اللي هي التماثيل ورأينا صورتها في درسنا السابق هم تشوفون هذا الإجابة صحيحة مخاطئة أحسنتم إجابة صحيحة طيب لدينا السؤال الثاني يقول كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قليل الاختلاط بقومه ها ذكرنا أنه كان يجلس في غار حراء ويختلي بنفسه ها تشوفون هذا الإجابة صحيحة طلابي كان قليل الاختلاط أحسنتم إجابة صحيحة إذا النظر علامة صح طيب ثلاثة يقول اتخذ غار حراء مكانا ليتعبد فيه ها ذكرناها هل كان يتعبد بغار حراء أحسنتم نرى الآن مع المعلمة إجابة صحيحة طيب أربع يقول نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رجب ها شهر رجب تشوفون هذا الإجابة صحيحة نرى الآن مع المعلمة أحسنتم إجابة خاطئة الإجابة الصحيحة نزل في شهر رمضان أحسنتم طلابي طيب طلابي ندينا الآن اللي هو نشاط نشاط ستة صفحة ثلاثة وستين مستعدين؟ مستعدين يقول السؤال حدد واكتب أسفل الصورة ما تشير إليه هنا رأيناها قبل قليل اللي هو صورة ماذا؟ غار حي غار حرا أحسنتم إذن الإجابة هنا اللي هنا هذه صورة ماذا؟ صورة غار حرا طيب هذه الصورة ذكرنا يتعبد في غار حرا في جبل النور أحسنتم إذن هذه صورة جبل النور وهذه صورة اللي هو غار حرا انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي توصيات علينا مراعاة الفروق الفردية أيضا التركيز على مستوى الدافعية كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتسجيع المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حول انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم معلمتكم جاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلام